فيروس كورونا عم يخطف أشخاص من نفس العائلات بعد شهر من وفاة سمير اللي عمره نحو 65 سنة بعد إصابته بكورونا اتوفت أخته الأصغر منه بخمس سنين بنفس المرض رغم أنه صحطها كانت تتحسنت هالحالة تكررت مع عائلات عدب لبنان وأبرزها كان وفاة خمسة من عائلة وحدة ببلدة بخعون لشمالية فهل من علاقة بين عامل الوراسة وكورونا؟ مجلة العلوم والمستقبلة الفرنسية حطت فرضية أنه لهول المرضى عوامل وراسية بتكون صامتة لحين التقاء بالفيروس إلا أنه لحد الساعة ما فيه دراسة شاملة عن علاقة كورونا والعامل الوراسي حول العالم بحسب مطلعين توصل معهم تلفزيون نشرة وأشاروا إلى أنه الدراسات مستمرة وبتحتاج لوقت طويل بس حتى اللحظة ما فيه ولا دراسة مأكدة واعتبروا أنه لحد الساعة الفارق بين مصاب ومصاب تاني بيتحدد بحسب الجهاز المناعي أولا ونسبة الفيروس الملتقط تانيا وأشاروا إلى أنه رابط قوي كتير بين كمية الفيروس وقوة العوارض كما أنه بحسب المعلومات فالدراسات حول هذا الموضوع اتأخرت لأنه هي بحاجة لعينات كبيرة كتير وتعاون بين مختلف دول العالم إلا أنه أكبر دراسة حول كورونا والعامل الوراسي بلشت من أشهر تحت اسم COVID Human Genetic Effort حيث رح يتم درس حالات مرضى من الصين إيران، أوروبا، أمريكا، الشمالية واليابان وأخذ العينات بعدهم مستمر من دمهم وتشري حمضهم النووي وتحليل التسلسلات الوراسية عندهم إذن، صار من المعروف أنه بفترة ما بعد الأعياد والحجر المنزلة ارتفع بلبنان نسبة الإصابة ضمن العيلة الوحدة كرمل هيك وكون بعد ما فيه دراسات محددة عن عامل الوراسي وكورونا بيبقى الالتزام بصبل الوقاية هو الأساس وطبعا التلقيح